السلام عليكم إذا نزل المطر والشمس مشرقة وظهرت ألوان الطيف نتيجة الإنكسار وتحلل ضوء الشمس خلال قطرات المطر يتكون هذا القوس هل ثبت شيء في النهي عن قول قوس قزح؟ الجواب لا ما ثبت أنه اسم شيطان ولا أنه اسم إله من الآلهة ولا أنه اسم لملك من ملوك العجم ولذلك لا يحرم علينا أن نقول قوس قزح وإذا قلنا قوس المطر أحسن فقط